ماذا يريد منك السراجي يا يافث؟ لا أعلم ولكني أثق أنه سيحاول أن يساومني كما فعل مع أخينا سام من قبل ماذا يريدون مننا؟ أن نترك أبانا نوحا يا أخي حتى لو وضعوا الأغلال في أعناقنا فلن نفعل ذلك أبدا سأذهب إليه لأرى ماذا يريد مني ولكن احترس منه يا يافث مهدي 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 ماذا بك؟ لا شيء لا شيء يا أميرتي فقط حاول لس التسلل إلى حجرتك كاد السكين يخترق قلبك نحن كلنا فداء للأميرة الجميلة مولاتي هوزاء ماذا بك يا مولاتي؟ ما الذي يحدث في قصر يا هوزاء؟ حاول اللصوص أن يقطحم حجرتي لكن مهدي هاجمهم وأصيب بجرح بالغ يا خراس احملوا إنه ولد بطل شجاع لا تقلق يا مهدي لا تقلق لا تقلق يا مهدي إنما يؤلمني يا فاورة هو أنني طعنت مهديا بسكين وهو صديق لي لم يكن أمامك غير هذا يا شائك لا أدري لا أدري لا أدري كيف سأواجهه بعد الآن ولكنه لم يتعرف عليك أنا أعرف يا طغورة أعرف أنني طعنت صديقي عندما تهدأ الأمور اذهب وزره في بيتك بأي وجه سأفعل هذا أنا في قمة حزني وألمي شكرا للمشاهدش شكرا للمشاهدش شكرا للمشاهدش اشتركوا في القناة يا فز هل لديك مانع أن تكون من رجالي المخلصين وتعمل معي؟ ماذا أعمل أيها الصراجي؟ تعمل معي في تجارتي وسأعطيك أجراً كبيراً وما طبيعة ذلك العمل؟ ولماذا أنا بالذات؟ أنت شاب مخلص وفي والتجارة تحتاج إلى الأمانة أنا أعمل نجاراً مع أسرتي أيها الأمير عليك أن تنصح أباك يا يافر أن يعود عن جيه أبي نوح عليه السلام ليس في غي ولا باطل وما يدعو إليه من ترك عبادة الأصنام؟ ماذا تقول عنه؟ هو الحق الحق؟ الحق؟ الحق أن يساوي بيني وبين خدمي؟ العدل شريعة الله في الأرض أي عدل تقصد يا يافر؟ العدل الذي يجعلك تأخذ حقك وتعطي الآخرين حقوقهم وما هي حقوق الآخرين التي يدعو إليها نوح؟ ألا تظلم ولا تظلم أن تعامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك مستحيل مستحيل طبعاً لماذا؟ لأنني أمير وابن أمير تعودت أن آمر وأنهي دون أي جدال أو رفض ولكن دين نوح يدعو إلى المساواة بين الناس أمام رب العالمين مستحيل طبعاً حقوقهم ما الذي أصابك يا ولدي الطيب؟ يا أمي لقد طمأنني الطبيب فلا تحزاني يا أمي من فعل بك هذا؟ من؟ الجرح عميق كاد أن يقتلك يا ولدي لا أدري لا أدري من فعل هذا من الذي طعنك بهذا الشكل؟ لا أريد أن أعرف لا أريد أمهدي كيف حالك يا صديقي؟ تعال تعال يا شائك انظر 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 ماذا حدث لصديقك انظر علمت ببطولتك يا مهدي وأنت أهل لها سأعد لكم الطعام حالا اجلس يا صديقي المهمة كيف حالك الآن يا مهدي؟ أنا بخير يا شائك لا تقلق يا صديقي لقد ذهبت وسجدت للآلهة كي تشفيك الآلهة الآلهة هذه لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا يا شائك لا أفهم ماذا تقصد يا مهدي ما طولتك يا مهحل لك تتحر theoret لو